ليس سهلاً على سامي الأخ الأكبر أن يقصد المكان حيث غاب شقيقه الأصغر المقدم في الجيش ربيع كحيل وأن يسير برجليه على الدرب حيث سفكت دماء الربيع هنا عند باقة الزهر هذا دماء عسكرية أريقت والقاتل هشام ضو ابن بددون الذي زرع سبع رصاصات متفجرة في جسد ربيع متوارن عن الأنظار خارج البلاد حامياً ظهره بقوة المال والسلاح الميليشيوي والزعرانات فيما أعمال البناء الخاصة بإمارته ومعاصر الزيتون التي يملكها لا تزال مزدهرة ومستمرة هنا عند الحدود الفاصلة بين بددون والقماطي وقعت الجريمة ليلة الأحد في التاسع والعشرين من تموز الماضي اختتم ربيع زيارة منزله الذي يشيده في القماطي المطل على موقع الجريمة وكان مكان ربيع كنازل من السيارة جاء التليفون وقف على جناب عم يحكي على التليفون وقف هوني عطريق العام بيوت سكنية أهوي في عالم نهار أحد بيوت سكنية بنايات سكنية محاوطة ضو البلدية ويف عم يحكي على التليفون ضو ضو السيارة تمرق السيارة هشام ضو مالي بيقربوا وبيرجعوا بيوقفوا حدوا بيصير في تلازم بينهم ليش واقف هوني شو عم تعمل وشو عم تسوي ربيع بيعرف عن حاله بيقل له أنا المقدم بيطلب منه هويته بيطلب منه بطاقة العسكرية ربيع بيرفض يعطي إياها من بعد ما إليه تهجم على ربيع وربيع ضربوا هشام نزل حاطت فرده وراء ضهره ربيع عبطوا لهشام بيرقبتوا وبيقلوا خلص بلا مشاكل طلعوا بالسيارة وامشوا بهاللحظة هشام بيشيل فرده وبيأوصله ربيع بيجره من وراء ربيع بيقع على الأرض وبيبرم عليه بيقول له لأ ما بده سلاح ما بده هالأدة مثل ربيع عم بيقول له عم بيطلب الرحمة منه وهشام ضاو ما فرجع الرحمة كف عليه ما أوصوا مرة مرتين لما صار على الأرض كف عليه تمن تضرب وقوفنا في مكان الجريمة جعلنا نعثر على رصاصة فارغة أخرى من النوع المتفجر كانت مغمورة بأوراق الصنوبر اليابسة انتو شفتوني انا ما كنت بدي احكي فيه القاتل بميق ما بعرف عنده انا اللي بسمع عنه فيه عنده معارف سياسية امنية ربيع صفى دمه على الأرض وما كان حدا يتطلع فيه شباب لولك اكتر من عشرة خمسة عشر شاب كان واقف حوالي عم بتفرجوا عليه طالبين للأمبلانس ونطرين للأمبلانس انا اللي بدي اسأل وين النخوة ما عاش فيه نخوة ما بقى فيه زلم بهالبلد رحل ربيع ويتم وراءه رضيعا لم يتعد عمره شهرا سامي يطوق الى العدالة الارضية قبل السماوية وينقل عن قيادة الجيش عدم مساومتها في الموضوع اكد لي قائد الجيش انه هذا الموضوع ما في عليه اي مساوم انا بتشكره ونحن عنا كل السقه بالانون وبالقضاء وانا عارف واكيد مية بالمية ان القضاء العسكري حينصفه لربيع بين هذه الاشجار في القماطي كان يحلم ربيع كحيل بتمضية تقاعده مع عائلته هشام دو قتل الحلم ومشى تحت جنح الظلام القضاء حكم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة عشرين عاما فيما اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدة مذكرة وجاهية بتوقيف ايلي دو ابن عمي هشام بعدما استجوبه دارين دعبوس قناة الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة